لكن عاوز أقول أن قوة يسوع المسيح هي مقابل طبعا عمل الشيطان اللي بيبث الظعر والظلمة والعمق الروحي والبؤس والفقر والشقاء والمآسي والكآب والحزن في كل مكان ويسوع المسيح جاء حتى يعطي حياة أفضل حياة فياضة حياة فضلة ومكتوب عن يسوع أنه ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ومكتوب أو قال يسوع أن نفسه ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين فيسوع المسيح هو مثالنا يسوع المسيح اللي احنا بنتشبه فيه فعاوز أقول أن المسيحية ليست ضعيفة المسيحية قوية بقوة يسوع المسيح ومهما صار من أي أحداث في هذا الوجود مش راح تتم يعني خفاء عن عيني الرب يسوع المسيح وأرجع وأكرر أن الكلمة الأخيرة للرب يسوع المسيح وأنا أصلي أن الرب يفتح عينينا على هذه الحقيقة اللي بتنعش نفوسنا وتعطي شفاء لنا حتى نقوم بما يطلب أو يمليه الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر